الموضوع انت تسألني عن اللهجات يعني بديت اللهجات و كنت تتكلم فيها البداية كانت عندي ولد عم كان يسافر لجده و أبو أمه في سوريا و كان هو مشتري له مزرعة هناك وسكن هناك و صار يعني ساكن في السوريا فكان ولد عمي دائما يروح هناك و يجي و يجلطني باللهجة السورية يعني يتكلم معه فكنت أنا ما أعرف سوريا ولا عمري سافرت للسوريا ولا أدري الشكل سوريا ولا أعرف أي حاجة عن سوريا فكنت في مره من المرات أقول له يا سعود نتكلم معايا زي الأواتم يا سعود الله يسعدك يا سعود فكني من اللهجة السورية تكلم معايا يا ربي و عشانا أبغفنك ما في فايدة لأتكلم معي عني فمرة ما مرات جريته شفت اللهجة ماشية معايا حلو فلما أنا جريته هيك يا خالي للهجة السورية زبطيت معايا الشغلة شلون ولا ما أبعلي إلا أبعلي في الشام ولا عمري نزلت ع الشام أنا ولا عمري رحت ع الشام بنوع وجيت مرة هيك يعني بعض شي اسبوع هيك أنا عم جاري ففيت عناس من أهل الشام يعني بمحل شاوير ما و كمان هني ما أصدقوا بنوع يعني قالوا لا إماك من الشام ولا أبوك من الشام ولا عطب الشام شي عشا سنين ولا عطب عشوان لا بتعرف شي بالشام شلون عطحكيه العمل قلبها يا الله هيك حكولي وبعدين أنا رحت هيك يعني اشتغلت بمسرحية وكانت أول عمل مسرحي لإلي كان أدامي ألف واحد يعني هيك بس جموش ويا خالي مصيبة فاشتغلت أدامون يعني هنا وكان التمسيد طبعي بلاج السورية لأني أنا سوري وش أخير هيك سردت كم كان؟ الكلام هذا يا سيدي قبل يمكن شي سبع سنين قبل سبع سنين هيك يعني بتذكر هيك بلك يمكن 24-25 بلكي والله ما بعرف فأي المهم يا أستاذ أنا لما اشتغلت هيك معون كانت وقت البروفات هيك عم نشتغل وكان فيه زلمة قاعد فعن بحكي هيك يعني باللاجة المصرية طبعاً انت تعرف يا سويد لما أتكلم باللاجة المصرية لأي كيلس بردك ومعرفش كين فقلت له حق قول كده ما تقولش كده الله شوفت اللاجة بسم الله ما شاء الله جميلة قوي طبعاً في الظرف الأسبوع أنا حقدرت الماجستير في اللاجة المصرية طبعاً وضربت ناس كتير بردك بومبة ومكانش مصدين خالص ان انا سعودي كمان مصرين والله العظيم مش مصدية حضرب في ببناء هو والله وكان واحد مصر كمان بيسألني وقول له انت سعودي ولا ايه والله العظيم سعودي اقول كرنة بتاعي وكمان بتقول كرنة هيك بطاعة طبعاً هنا في السعادة ما بوش كرنة وتقول دك كرنة بتاع كمان كرنة يا رجل انت مش سعودي والله العظيم لأ عطاعدلها لأو انت سعودي طب كتير يعني ضربوا بومبة وكمان حصلت ظروف كتيرة يعني بالنسبة للموضوع ده فكنت احد مموثل كمان المموثل ده برضك يعني جميل اوي بيعرف التكلم بلهجات برضك فقلت له انا عجبتني شغلانا منك يعني اللهجة العراقية انت بتتكلم فيها ازاي كان هو بيروح فين لللاجيين دول اللي هم بتاعه للعراق فكان يعني يوعد معاه كتير ويكتسب بينهم اللهجة فقال العراقية تحتي باللهجة العراقية احتي بيها منكjه ملخة يشور اانت crossover؟ ياتع للي ابدون افهمت هاي اللهجة قلت شلون احتي بيها الشديق عوني هاي دوالчи بيها ويكتب حلو صيدة الشي عراقي ايو والله لا تحفيط قصيدة هذه الشي عراقي ويلا انني الذهيرات وشي بالله بيها الشيعة بس عاني وسنى يعني مو شيري يا ريح الهاب وياك والدنيا أزور أحباب غياب عن عيني سفرهم طال ونبه الحال سفرهم طال ونبه الحال يا ريح الهاب وياك والدنيا علي لو داب دلال خلص بالقهول ونه أبوي حسين فارقني خبر لي اليوم مع منه على النسمات يا ريح خليني هشوف عن وين بس عاني سنيه مش ايه والله عشان الجمهوري عماشي بقني ااني والله اشيه نا انا مش ايه ااني سني اه في بعدين ايجت اللهجات ما اللي هي الاردنية اه هاد اللهجة الاردنية طبعا مش صابه مقريبه علينا هناك وحنا بنعرفهم اه جمعها هيك طيبين اه وبعدين ايجت بعدها كمان معاها هي اللهجة فاسطنية بتعرفها شو اه اللهجة فاسطنية اه تاني بتقول لك تكربو تيسير اه كال هذا حكال المزودينة بتجيب لها كمان تنكتين زتون من هضرهم الله تعرفهم الله اه 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 بحكالها كمان بتجيب من عند منه اه ناس من الضفة اه بجيبولها كمان اه طوشي ومخللات وهيك شغلات يعني اه هي حكالت لهم اه انا بحرف الله اه كمان بعدين ايجت الجماعة دلناس السميحة دلناس السودان يا اخي والله انا سميحة جديد يا اخي والله بس والله اب ما زي ندا جاب ليه سمراء انت وقته بالبحث عنه سيتم تقليل عنه سيتم تقول انت شكرا من فلسف جانا انت واضح لن أتبقى انت واضح انت واضح انت واضح انت الدعوات الحياة قطعة عندنا دخلت لنزل ومن الطبق النصر ومن الشهر ومن السنة ومن المنزل والمسان ومن النظر من المنزل ومن الحياة بغير زيت خاصة يعرف و بعدين يعني جأت هذه بعدين آخر لهجة يجب طبعا هي ضربت السوق كله اللي هيا اوه هدا ما بي هدا قوله لازيم هدا قوله هدا بلين هدا شبوي هدا قوله يوم هدا بي إيجي مستسبع اللح شام بلين هدا بي غرار هذا دكتور قلم نازيم سئيبر طعميلة اللح شام بلين مابي سكونه هدا قوله هدا قوله هدا قلم هــ- سم-سم